موسيقى البدناء قد يكونون في خطر للإصابة بصداع نصفي أكثر من غيرهم الدراسة الجديدة من إعداد علماء في جامعة توليدو الأمريكية أجريت على 3800 بالغ يعانون من ارتفاع في معدل كتلة الجسم وهو مقياس الدهون في الجسم وعلاقتها بالطول ومتوسط الوزن ولوحظت معاناتهم بصورة كبيرة من نوبات الصداع التي تأتي في فترات متباعدة وهذه الدراسة لا تثبت أن البدناء تسبب صداع نصفي من النوع الأكثر شيوعا بل تثبت أن البدناء ترتفع لديهم نسبة خطر الإصابة بالصداع النصفي ولم يكن هناك سبب واضح للعلاقة بين البدناء والإصابة بالصداع النصفي ولكن العلماء رجحوا إمكانية تكوين مواد مسبب للالتهابات من الأنسجة الدهنية ومن ثم إطلاقها في الجسم وهذه المواد موجودة أكثر لدى البدناء والصغيرات سنا ما قد يفسر سبب إصابتهم بالصداع أكثر من غيرهم الصداع النصفي الذي يأتي على فترات متعددة يدوم 14 يوما أو أقل في الشهر في حين يدوم الصداع النصف المزمن ما لا يقل عن 15 يوما في الشهر وهناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتفادي الإصابة بالصداع النصفي منها الابتعاد عن الأصوات العالية والأضواء البراقة وتجنب تناول الأطعمة التي تسهم في الإصابة بصداع النصفي مثل الشوكولاتة واللحم المصنع والجبن والنوم لمدة ثماني ساعات في اليوم على الأقل والالتزام بوجبات الطعام الثلاث رشا خياط العربية